اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا فيكم طبعا في البداية اعرفكم عن نفسي انا اسمي عادل احمد عوضة السري يمني كندية الجنسية هنا في مقيم في كندا في مدينة مستساقة اختصاصي هو في مجال الاتصالات اعمل في مجال الرقابة والمحاسبة في مجال الاتصالات فاشتغلت مع شركة كبيرة هنا في كندا في مجال الاتصالات روجرز وتالس وشاو كمنيكيشن وايضا في امريكا في شركة تايم وانر تلكوم الذي تصنع الافلام اللي هي ورنر بروز بنشتغل في مجال العقود ايضا بنشتغل في مجال الدعاية والاعلان وتصميم المواقع والبرامج والاشياء هذه الشيء الثاني في الاعمال الخيرية انا رئيس منظمة خيرية هنا اسمها النادي اليميني الكندي لدينا مندوبين في عدة مدن كندية منها منتريال وادمنتون وفكتوريا ووينزر ورجاينا ووينيبيغ منظمة خيرية طبعا تسعى لمساعدة اليمنيين الجداد القادمين الجددية هنا لكندا وايضا الجنسيات الاخرى في عدة اعمال خيرية وايضا بتعريف اليمن وكذلك عندنا عدة نشاطات خيرية منها التوعية او تعريف العالم بالازمة اليمنية وكذلك قبل ايام قليلة تم استضافتي او استدعاي ودعوتي لأكون مع منظمة المتحدة هنا في تورنتو في لجنة اسمها لجنة حقوق الانسان وان شاء الله بيكون معنا اول جلسة بتكون في يناير طبعا هذا الصفحة انا بقول لكم هدف هذا الصفحة الذي هي الحياة والهجرة الى كندا الهجرة والحياة في كندا وايضا معنا قناة في اليوتيوب اسمها نفس الاسم وهدف هذا الصفحة والقناة اليوتيوب وايضا الموقع الجديد اللي عملنا اللي اسمه canadians.live الهدف هذا انه بمعنى نحن نحط او نعمل توعية للحياة الحقيقة هي هنا في كندا يعني كمجتمع مسلم عايش في كندا وايش الحاجة اللي بنواجهها وبنحاولنا نصور لكم يعني لقطات من حياتنا اليومية الناس اللي بنقابلهم كيف الطرق الشوارع كيف الناس عايشين كيف المنظمات الاحتفالات الاشياء هذي كلها اللي بنواجهها هنا في كندا وكذلك اذا بنحاول نعمل عملية توعية بالنسبة اذا في اذا في مثلا اذا في نصبه جديد طبعا الان كل شوية يطلعوا لكم بنصبه جديد يرسلوا لكم يقولوا لكم اللوتري او اليانصيب الى كندا او الاشياء هذه بنحاول نعمل فيديوهات توعوية وكذلك بنحاول ان احنا نقابل مع عدة شخصيات ان كانوا يمنيين او عرب و هذا وناخذ منهم نصايح ايش النصايح اللي تجيبها للناس الناس الناوين للقدوم الى كندا ايش النصايح الذي تجيبها للناس الموجودين هنا في كندا ايضا هذا الفيديو نحن بنحطها في قناتنا على اليوتيوب وفي معنا بعض المقابلات مع ناس مرشحين للحكومة هنا يعني عرب من عدة جنسيات الان احنا بنحاول طبعا من تحت رأس الصفحة هذه والصفحتي الرسمية دل السري والنادي اليمي بتوصلني رسال شخصية كثيرة وكل الاسئلة هذه توصلنا تقول لنا على اساس انه ايش كيف العشاء في كندا كيف الدخول كندا كيف الاشياء هذه كلها طبعا نعرفكم انا لست مستشار هجرة او انه عندي اي صفحة قانونية انه في مجال الهجرة او شيء زي كذا انا طبعا شرحت لكم ايش انا وايش اختصاصي ولكنه في بعض الاحيان بعض الناس يحتاجوا استشارات قانونية بنحولهم يعني بيأسونا على الصفحة هذه بنحولهم على مستشارين قانونيين المحامين نعرفهم هنا وقدت عملنا معهم وقدت شفناهم او نثك فيهم فموضوع البث هذا انه على اساس انه نحنا نرد عليكم من الناحية احنا برد عليكم من ناحية شخصية يعني كيف الاشياء اللي بنواجهها و بنشوفها و اي شيء من ناحية كندا و شيء زي كذا فالمكرفون لكم اذا في عندكم اي اسئلة و اي شيء اهلا و سهلا فيكم تفضلوا احنا نرد عليها انا بحاول اشوفها الان من التلفون الاخر و ارد عليها فاتفضلوا مالك ماشينا بساكتين مالك ماشاء الله الاسئلة بتجعل الخاص يعني بشكل الفضية جدا اوكي نشوف في عندنا اوكي صلى الله عليه وسلم عليه الاخر جمال حسين السلام عليكم اخا عادل انت على اللايف نعم يا جمال انا لايف دليل السلام عليكم اخبار العريضة ايه بالنسبة للعريضة موضوع العريضة ايش اللي صار انه لو تابع صفحتها الرسمية يا دليل بتشوف انه يعني عملنا عدة خطوات منها قابلنا عدة اعضاء برلمان وتم الالتقاب برئيس لجنة اللاجئين ونبذى عن الكلام او الحديث اللي دار بيننا او النقاشات اللي دارت بيننا ايضا موجودة في صفحة الرسمية ايضا موجودة في صفحة النادي اليمني في كل التفاصيل هذه واش صار في العريضة وكل شيء بدلقها موجودة والان الحمد للعريضة وصلت الى حدود 36 الف توقيع بس يعني في الوقت الحالي يعني ماعد بالزيج ايضا في صحيفة رسمية كندية نزلت العريضة في الجريدة تبعهم وقابلنا عدة اعضاء برلمان في الاسبوع الماضي وتكلمنا معهم وايضا قابلت رئيسة حقوق رئيسة بنظمة امم المتحدة هنا في تورنتو فرع كندا وايضا قابلت ممثلة امفوذي الامتحدة اللاجئين قابلتها ايضا في الاسبوع الماضي وكل الكلام وايش اللي صار وايش اللي هذا كل حطيت صورة المقابلة وايش الكلام اللي دار بيننا بدل قابلتها في صفحتين رسمية ابو اصيل مرحبا اخي عادل اهلا وسهلا ابو اصيل ابو العز سادة اهلا وسهلا فيك ابو عز شيني ليربي المدار ما انا عارفش لهذا بالضبط انفيل استاذ ممكن روابط المجموعات الخيرية بتورنتون انفيل ايش من روابط اللي تحتاجيها يعني من ناحية ايش كل شي متواجد في القوجل يعني تبحثي في القوجل على اي اسم المنظمة التي تبحثي عنها وبيطلع عليك الاسماء او روابطهم ما يصبح اسهل الطرق لحصل على الفيزا بالنسبة للفيزا علم الهدى ايش نوعي ايش تقصد من فيزا هل فيزاة زيارة فيزاة دراسة فيزاة عمل ايش المقصود فيها سمير مشكور اخي عادل اهلا وسهلا اخي سمير امين هزاء اخي عادل هل يوجد تأشيرة عمل لكندا من دون طلب لغة اخي عامين لا يوجد تشفيزاة عمل من دون لغة كل شيء مطلوب فيها اللغة هنا الا اذا كان في معاك يعني مثلا في شركة كبيرة هنا وارسلت لك تصريح عمل والمهارة الموجودة عندك ما هي موجودة عند اي احد يعني موجود هنا يعني نزلوا اعلان على الوظيفة هنا في كندا وما احد قدم واضطروا انهم يجيبوك فممكن بعدين يعاملوا لك ويقدموا لك كما احتاج من المال بعد توصولي لكندا مصاريف وسكن لشهرين محمد سنن اذا كنت شخص واحد يعني الاجارة هنا يمكن اذا تحصل بيسمينت او يعني بمعنى بدروم او غرفة يمكن توصل لحد دل الف الدولار وبعدين الاكل والشرب يعني يعتمد على كيف صرفياتك يمكن لا توصل لحد دل خمسمية الدولار حاجة زي كنا ارجو بالغاء الغادم الذي ستجريه في منتصف يناير ان تجهز ملف كامل حول اليمنيين واللاجئين وتحاول تعرضه مش عارف ليش ما طلاش كلامك كامل ابو العز ان شاء الله اكيد بنجهز الملف الكامل بنجهز ملف كامل بالنقاطة الذي نقشناها مع لجلة الكوارث في مارس الماضي وايضا نقدر نقشناها مع رئيس لجنة اللاجئين في البرلمان ونجهز هذه كلها ونحاول نحن نقش في لجنة حقوق الانسان في جتمع حقوق الانسان اللي في يناير ان شاء الله السلام عليكم نحن مقدمين لجوء سياسي في المفوضية في مصر وعمي في كندا يريد يساعدنا هل ممكن تواجه واجهنا توجهنا مش عارفين حاول افتح الكومنتز هذه كامل حاول اشوفها من التلفون سابرين سابرين علي النجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد عادل يا أخينا في الأردن أدرس في روسيا يا أخينا الآن أدرس في روسيا عندي آخر سنة للحصول على شهادة البكريوس فهل فهل بإمكاني بعد ما أخلص فهل بإمكاني بعد ما أخلص أدخل كندا بأي سبب ولو حتى أدخل في بداية أدرس على حسابي الخاص لا أريد الرجوع بالنسبة للدخول يعني موضوع تحصيل أنك تحصل على الفيزا هذه هي الصعوبة أما بالنسبة تقدر تقدم أو تشوف في في موضوع تقدر تقدم على المنحة الدراسية أنا شرحت فيديو شرحت فيك عن كل المنحة الدراسية لو تشوف الفيديو هذا بتحاول أنك تشوف أي جامعة تقدم المنحة الدراسية وتحاول أنك تقدم على منحة طيب أنت سويت عريضة ويش أخبارها محمد تكلمنا قبل شوية عن العريضة هل الذي لديه أي خبرة في التعليم والتأهل يقدم يقدر يقدم يعني موضوع في معاكم هنا موضوع يعدي موضوع يسموه الإكسبرس إنتري الآن رفعوا تاقذ السكف لحدث 300 ألف فيحتاج منك اللغة والمؤهل الجامعي وخبرة أعمال وتقدم وفي فيديو شرحت فيه كيف تعرف أنك مؤهل يعني في في رابط في موقع وزارة الهجرة تدخل عليه وتحاول أنك تعبي استبيان معين بعدين يقول لك هل أنت مؤهل أو غير مؤهل للتقديم فحاول شوفوا الفيديو الفيديو موجود في في قناة اليوتيوب تمانا الأستاذ عادل نتمنى تعمل لقاءات مع القادمين الجدد حتى يعرف للبقية كيف وصلوا إلى الأراضي الكندية أيها محمد بالنسبة يا محمد أنه بيناعمل مقابلات مع القادمين الجدد ولكن ما أعتقدش أنه ممكن يناقشوا أو يناقشوا يعني موضوع كيف وصلوا لكندا بس خليني بحاول أنا بحاول أنه لما أعمل المقابلات الجاية بحاول أنه أطرح عليهم الأسئلة هذه ممكن تشرح لنا كيف أنك دخلت كندا وإيش الطرق اللي تخطو هذا خليني نجرب أشوف إذا بيرضوا لأن هذه تعتبر أشياء يعني زي ما تقول شخصية هل الذي لديك خبرة في التعليم والتأهيل يقدم رديت عليك أخي سلطان أحمد هادي هل أقدر أدخل وأنا في سعودية ما عندي شهادات ما فيش أي طريقة إذا ضروري يكون عندك الشهادات إلا إذا تقدم مستثمر ومعاك وقل 160 ألف تقدر تقدم على فئة المستثمر بس ضروري يكون عندك اللغة في حلول أعتقد ليفل 5 أو 6 حاجة زي كنا حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أخي حسن محمد مفتاح السورتي هل وظيفة المحاسب أكيد مرغوب فيها الآن بعد خروج الجالية السعودية من كندا هل كندا تستقبل باليمنيين للدراسة لسد الفراغ ما فيش يا أبو تركي بالنسبة للخروج السعودين من كندا مش إنه يعني يعمل فارغ كبير ما هم شي يعني بعد كبير ونتعرف أني كندا بتدخل حدود 300 ألف في السنة اللي بيقدموا على الإكسبرس إنتريب فإحنا ظننا صراحة إنه إذا في هذا بيرخص الإيجارات أو شي زي كذلك فما فيش أي شي من هذا القبيل يعني ما ما كانش في أي فرق هل لديك فكرة على مهنة التمريض في كندا كم سنة دراسية وتكاليف وهل الدبلومة العربية معترف به أنفاف صراحة ما عندي فكرة على موضوع لهذا بس أنا أعرف إنه دراسة تكاليف وهل الدبلومة العربي معترف به أو لازم مع عدد دراسة من أول هذه في أول شي في حاجة اسمها WES أعتقد هذه هي منظمة هنا في كندا التي تعادل الشهايد فأنت الآن ما تقدمي عن الإكسبرس انتري باضطر أنت ترسل الشهايد حقيق عشان يعادلها في البداية وبعدين بموجبها إذا جيت إلى هنا كندا تحاول أنت تأخذ الدبلوم بالنسبة المساعد المساعد مهنة التمريض بمهنة التمريض ما أعتقد أنها زي ما تقولي وظيفة أو مثلا الدكتور بيأخذ فترة طويلة بس في الأول وفي الأخير الموضوع سراحة الرواتب بدك أترى من على الرواتب هنا في كندا أما بالنسبة للتمريض فيه دبلومات أو كورسات يمكن حدود سنة سنتين حاجة زي كذا يعتمد على الجامعة والنظمة التي تقدمها والكلية التي تقدمها هذه الدراسة وفي نفس الوقت تقدر يتعادل إشهادك معهم حتى أصلا إذا ما قدمت على الإكسبرس وما عادلت مع الـ WS ممكن تعادلي معهم أو أن أنت تدخلي على الـ WS تقدر تحاول يتواصلي معهم وتشوفي كيف كم أنا مختلف في السعودية عندي شهادات ثانوية هل يمكن يدخل كندا ما أعتقد أحمد لأنه ضروري يكون عندك مؤهل جامعي إلا إذا أنت تقدم على المستثمر وضروري يكون عندك فوق الـ 260 ألف واللغة اختبار اختبار معدل خمسة أو ستة حاجة أربعة خمسة ستة مروان قحطان نحن مسجلين في المفوضية في مصر هل ممكن يفيد ذلك باللجوء إلى كندا طبعا إذا تم القبول تسجيل للجوء تبعك في المفوضية تقدر بعدها تتحف تتواصل مع خمسة أشخاص هنا يكفلوك الخمسة الأشخاص هذة ضروري يكون عندهم دخل عالي وبعدها يعملوك زي يسمون كفارة الخماسية يمني مقيم جميل يمني مقيم في الخليج هل بإمكانك هل بإمكانك حصول على تهجير السياحة أو المنطلوب موضوع التقديم على فيزا السياحة ما عادي بهذه السهولة زي ما كانت أول لأنه كثير من الناس الذي قدموا سياحة واجهوا هنا إلى كندا قدموا لجوء فأصبح يعني ما عدو من الساهل أنك تقدم على فيزا زيارة أصلا هنا إلى كندا أمين إلى السعودين هنا في كندا حتى أنها كندا أصلا ما طردت للسعودين أو قالت لهم يخرجوا من بلاد أو لا شي هم السعودين نفسهم الذين خرجوا من البلاد فكندا هي ترحب بالكل أبو خالد المنحة الكندية الدراسية على حساب كندا والتكاليف الدراسية بشكل عام مقبولة أو غالية تشوفي أبو خالد في فيديو أنا شرحت فيه عن المنحة الدراسية والمنظمات اللي بتقدم المنحة الدراسية في مواقع معينة تقدر تدخل وتشوف الجامعة اللي تقدم المنح وتواصل معها في بعض المنح أنها تكفل موضوع رسوم الجامعة وتكاليف دراستك وتكاليف مصاريفك وفي من هنا اللي تقول لك خلاص نحن عن تفعلك بس تكاليف الدراسة وعليك المصاريف بالنسب المصاريف كشخص واحد هي موضوع الإيجاب فإذا حصلت مكان رخيص يمكن تحصل أرخص إلى حدود يعني كغرفة واحدة مع شباب يعني مستجد مثلا شقم ممكن تحصل بخمسمية كغرفة الحالة يمكن توصل إلى حدود الألف ألف مئتين كبدروم في حدود ثمانمية ألف مئتين أيضا وهكذا وموضوع الأكل والشرب هذا يعتمد على صرفياتك إذا أنت تستخدم المواصلات العامة هي في عندهم البطاقة الشهرية بحدود 140 أعتقد دولار تقدر تتواصل بالباصات والقطارات والأشياء هذه والأكل والشرب إذا أنت بتأكل خارج فصراحة أن تكاليفك بتكون غالية غالية جدا بس إذا أنت بتطبخ لك في البيت وتسري مصاريف بتطبخ لك في البيت يعني التكاليف بتوصل لحدة 500 دولار في الشهر وحاجز كذا هو يعتمد على صرف غدا محمد سنان عندما أنصلي إلى كندا كم من الوقت تحتاج إلى استقدام الأسرتي محمد هو يعتمد يعني مثلا إذا أنت بتوصل لها كندا إذا أنت بتوصل لها كندا بتقدم عن الـ وهي الهجرة الرسمية فهذا الشيء والفترة يعني بمعنى أنك إذا أنت مثلا تقدم هنا لجوء فأول شيء تنتظر على معاملة لجوء والذي الآن بتمر من ستة شهور إلى سنة لما يتم القبول في القضية حقا وصنو مصر وبعدين تقدم على الإقامة وفي الإقامة ملف أهلك موجودين بعدين يعني تأخذ الإقامة من سنة إلى سنة ومصر لما يقبلوك وبعدها اللهم صل يسلم عليه تبدأ في معاملة استقدام أسرتك يعني يخذ لك سنة سنتين ثلاث سنوات حاجة زي كذا مهيم أنا سوريا وجوازي تركي بعد ما أوصل على كندا بقدر أطلب لجوء وجوازي بأثر على شيء ما ما بأثر موضوع تقديم على جوء يعني ما دام أنت في الأراضي الكندية وعندك خطر على حياتك أو شيء زي كذا رجع بلادك ما أعتقد أنه في أي شيء فالقرار الأول والأخير هذا بيكون قرار القاضي لأنه بيكون في محكمة وأشياء زي كذا وبيكون عندك محامة يترافع على كل شيء وفي الأول وفي الأخير قرار القاضي إيش الفرق بين الكفالة الخماسية ولما الشمل ممكن توضحنا بشكل سريع بالنسبة الفرق بين الكفالة الخماسية ولما الشمل الكفالة الخماسية هذه إنه خمسة أشخاص يكفلوا مجموعة أو أسرة يعني أسرة معينة تكون الأسرة هذه قدمت لجوء في المفوضية للمتحدة اللاجئين في أي فرع من فروعها في الأردن في تركيا في ماليزيا في مصر وقد تم القبول بعدين الكفالة الخماسية هذه خمسة أشخاص يكون دخلهم عالي يعني دخلهم بما يكفي عائلتهم وبما يكفي هذا العائل الذي بيستقدموها والخمسة لأشخاص هذه طبعا بيكون على المعاملة هذه كلها عبر محامي يعبوا استمارة معينة ويتكفلوا العائلة هذه لمدة سنة بمعنى المصاريف تمامهم وكل شيء هذه بالنسبة للكفالة الخماسية بالنسبة للم الشمل لما يكون مثلا أنا ككندي هنا في كندا وأشتي أعمل لم شمل لأهلي يعني هو لأبي وأمي وأشياء زي كذا في معانا الآن يعني إحنا كمواطنين هنا في أصبح معنا زي اليانصيب نحن ندخل كلنا يعني المقدمين في قرعة وبعدين يختاروا مننا عشرين ألف شخص العشرين ألف شخص اللي فازوا في القرعة هذه يقدروا يقدموا لأهاليهم هذا يعتبر لما شمل أو مثلا إذا أنا موجود هنا ومثلا أسرتي أو زوجتي وأولادي موجودين في بلادي الأم فأقدم على هي اللي هي سبونسورشيب اللي هي بمعنى اللي هي لما الشمل فهذه الفرق بين الكفاءة الخماسية ولما الشمل أبو تركي ما هي الدولة المجاورة لكندا التي يصطي على اليمني الدخول إليها السياحة أو علاج مثلا من هناك الدخول إلى كندا صراحة يعني إن كان بالنسبة لأمريكا فيما أعتقد أنه عاد تدخل سياحة أيش الدول المقاربة لكندا ما فيش أي دولة يعني من جهة النورث ما فيش أي دولة نقد وخلاص الجليد ومن جهة الصاوت الذي هي أمريكا فما فيش أي دولة مجاورة لنا أصلا يعني من إلا إذا كانت ما بعد أمريكيا اللي هي المكسيك بس بس ما أعتقد أنه بهذا السهولة واللي تفكر فيها نقدر تدخل لكندا استدعاد هل يوجد محاميون أو جهات تقدر توفر لنا الكفالة الخماسية والله شوف أخي عقيل بالنسبة لهذا الشيء ما قد فيش معنا أي أنا رحت قابلت محامي كانت تقدم على موضوع الكفالة الكنائسية ورحت قابلت معها وأيضا وضعت الخبر هذا في قناتي على اليوتيوب شرحت أيش صار معها قالت لي أصبح أنه مصعب يعني مثلا قدموا 18 ألف ملف في السنة الماضية في خلال أقل من ثلاث دقائق يعني كان فتحوا موضوع التقديم في موقعهم الرسمي و18 ألف ملف تم العدد المطلوب يعني كان من أول ما كان فيش عدد مطلوب والآن يعني قدوا عتقد الكوة حدوث 18 ألف بالنسبة للكفالة الخماسية المحاميين في أكثر بالمحامي هنا أنا عملت فيديو طبعا أنتم ممكن تبحثوا على المحاميين بس أنا عملت لكم فيديو في قناتي على اليوتيوب الفيديو هذا شرحت فيك كيف تتأكد أن المحامي هذا أو مستشار الهجرة مرخص من قبل وزارة الهجرة الكندية لأنتم عارفين فيه مثلا يعني ما أقول لكم في كندا يمكن خارج كندا فيه ناس يتعاون من محامي أو شيء زي كذا بضروري تأكدوا هل لديهم الترخيص من وزارة الهجرة أو لا في الفيديو يا أخ عقيل في قناتي اليوتيوب بدخل شوف الفيديو موجود هناك وأنا بحاول نرجع حطه في المستقبل هنا في الصفحة أمين هزاء استاذ عادل هل يمنحوا لي تأشيرك مرافق تابع لكفيلة السعودي إذا قدم كفيلة زيارة أو سياحة لكندا طبعا أخي أمين هي المعاملة هي تعتبر معاملتين يعني معاملة تبعك ومعاملة تبع كفيلة فما نعرف إنه إذا خلاص قبلوا كفيلة بيكفلوك أنت يعني فهو يعتمد يعني على نوعية يعني كفيلة أش بيقدم من سبب إنه إنه يقدم لك على دخول كندا محمد سراري أستاذ عادل أنا في سعودية كيف أستطيع الوصول إلى كندا بأي طريقة سواء لجوء أو غيرها محمد أنا طرحت فيديو في القناة أيضا شرحت فيه إنه كيف أنك تدخل أو تقدم أو الطرق اللي هي تقدم إلى إلى كندا إذا ما عند الجميع مانع فأنا ممكن أشرح الموضوع هذا من جديد الآن طبعا الدخول إلى كندا أو التقديم إلى كندا في ثلاث حالات الحالة الأولى التي هي تقدم كإكسبرس إنتري الإكسبرس إنتري الذي هي الهجرة الهجرة الرسمية فإيش معناه هنا يعني في كوتها معينة الآن أصبع أعتقد أنه مرفعه إلى 300 ألف تقدم على الإكسبرس إنتري هذا ضروري يكون عندك أول شيء مؤهل جامعي أو مؤهل علمي يكون عندك اختبار اللغة اليو اختبار الآيلتس طبعا في أمريكا عندهم اختبار اللغة يسموها توفل عندنا في كندا وبريطانيا وصورة وصورة عندنا اختبار اسموها الآيلتس هو نفسه اللغة بس الله أهم أنه في قوانين مختلفة في الاختبار وطرق معينة ويكون عندك خبرة عمل طبعا كندا تنزل كل سنة أي شيء الخبرات التي تحتاجها أن تدخلها هنا لكندا بعد تقديم هذا كله بيكون عبر موقع وزارة الهجرة اللي هو www.cic.gc.ca أول شيء بتدخل على الموقع هذا في استبيان معين الاستبيان هذا تعبي طبعا مجاني تعبي الاستبيان هذا معين بعدا بيقول لك هل أنت مؤهل لأنك تقدم على او لا بعد ما إذا قل لك يعني أنت مقبول على موضوع الا بعد بعدين تقدر تقدم المعاملة من نفسك من دون اللجوء إلى محامية أو مستشار هجرة أو شيء زي كذا ولكن بعض الناس يعني صح أنه أنك يعني تحاول تشوف محامية مستشار هجرة عشان يساعدك في تقدم الملف هذه على أساس 6 ثغرات القانونية أو شيء زي كذا هذا موضوع الاستبيان هذا اللي ما تقدم عليه حتى إذا تزوج عندك أولاد على طول يعني أنت وزوجتك وهذا إذا قبلوكم يعني هذه المعاملة تأخذ من 6 شهور إلى سنة بعد ما تعادل الشهايد تابعك طبعا يكون عندك معادلة الشهايد التي تكون عبر منظمة WAS هذه من شروط التقديم المهم الآن قبلوكم خلاص بتسافر إلى كندا في المطار بيقدم لكم الإقامة الرسمية وتستلم الإقامة في المطار وبعدها تقدم بعد 3 سنين على الجنسية الكندية هذه هي أسهل الدرق وأفضل الدرق صراحة الطريقة الثانية التي هي اللجو موضوع اللجو في عدة أنواع من اللجو يعني في موضوع التقديم عن الكفالة الخماسية أو الكفالة الكنائسية أو أنك توصل هنا لكندا وتقدم اللجو طبعا موضوع الكفالة الخماسية الكفالة الخماسية أو الكفالة الكنائسية ضروري أنك تقدم عبر المفوضية الأممتحدة لللاجئين في فروعها التي تقبل موضوع التقديم يعني مثلا الذي يعرفهم أنا الذي هي الأردن مصر تركيا ماليزيا وأعتقد في دولة أفريقية والكل فيها المفوضية تقدم لأ ملفك هناك وبعدين في فترة معين لما يتم قبولك كلاجئ في المفوضي هناك وبعد ذلك تشوف خمسة أشخاص يكفلوك هنا في كندا أو تشوف خمسة أو تشوف مثلا منظمة كنائسية أو كفالية أو شيء زي كذا على أساس أنهم أو أنك يعني زي ما تقول الكفالية كنائسية في بعض الناس يعني بعض الأعضاء البرلمان اللي قابلتم وطبعا أيضا شرحت في في قناتي في صفحتي رسمية في بعضهم يقولوا أنه بعدما يعني أول ما ما يحتاجوش أنه ينتظروا للقبول المفوضية المتحدة يقدموا على اللجوء في المفوضية وبعد ذلك يقدروا يشوفوا منظمة وكنائسية وشيء زي كذا عشان تكفلهم وهذه الآن أصبح فيها كوتا أعتقد هذا السنة في حدو 18 ألف فكان المنافسة عليها كبيرة الكفالة الخماسية لا ضروري يكون عندك قبول من المفوضية بعدين تشوف خمسة أشخاص يكفلوك هذا بالنسبة للكفالة الخماسية والكفالة الكناسية اللجوء الثاني الذي هو لما أنت وصل لأراضي الكندية تقدر تقدم لجوء من المطار أو لما تدخل هنا لكندا تقدر تشوف محامي أو مستشار هجرة وبعدين يقول لك أيش طرق تقديم اللجوء طبعا طرق تقديم اللجوء لما تكون هنا موجود في كندا زي ما قلت توصل للمطار تطلب اللجوء بيحققوا معاكم الشرطة هناك وبعدين بيجيبوا لكم تصريح دخول وبعدين بيقولوا لكم معاكم أعتقد أنها حدود 20 يوم أو 30 يوم تقدم أوراقك طبعا أنت بتدخل بتروح تشوف محامي والمحامي هذا يقدم لك يجهز لك الأوراق الرسمية وكل شيء وخلص وتقدم التقديم الثاني من اللجوء أنك لما تكون داخل موجود في كندا يعني قد دخلت منه تعديت المطار ودخلت تروح زي ما قلنا لكم تشوف محامي أو مستشار هجرة وبعدين بيبدأ يعبي لكم الأوراق وكل الشيء الرسمي وبعدين بيقول لك خلاص روح لفرع الهجرة في المدينة اللي بتوصل لها وتروح له هناك تقدم ملفك وتجيب أوراقك الجواز والبطايق والأشياء هذه وتطلب تقديم اللجوء وبعدين يقول لك خلاص معاك موعد مثلا بعد السبوء تقابل الأوفيسر على أساس أنك تقول لأي سبب تقديم اللجوء وبعدين يجيب لك القبور المبدي ويجيب لك فترة معينة أعتقد إنها شهر أو 28 يام وحجز يقول خلاص تقدم أوراقك الرسمية كلها إلى المحكمة المتخصة باللجوء بتقدم ملفك لها هناك أنت طبعا ترجع للمحامي قد تكون قد تجهز أوراقك وقد تجهز أوراقك معاه وكل شيء وتروح وتقدموها إلى المحكمة المحكمة بعد ذلك إنها تجيب لكم موعد محكمة بعد فترة يعني تراسم معكم تجيب لكم بعد ما تتابع أن القضية تمام ومقنعة خلاص ما عاد يفعلوا لك موعد محكمة يجب لكم القبول والعملية هذه تأخذ يعني فترة كانت تأخذ ثلاثة شر الآن تطول إلى سنة سنة ونص بعضهم بعد فترة معينة يقول لك خلاص لا ضروري إنك تجي محكمة حتى إذا كنت يمن يوسري ضروري تجي محكمة والمحكمة تدخل تقابل القاضي أنت هو المحامي تبعك القاضي يكون عندها ملف كامل خلاص تشرح يكون في عنده أسئلة معينة على أساس أن تقنعه على موضوع القضية هذه لأنه يقول لك ساعدني أساعدك بمعنى أنك قنعني لك قدمت لجوء خلاص إذا تم قبولك يقول لك القاضي هذا الوقت أو يقول لك برسلك رسالة على البريد توصل لك الرسالة على البريد بعد القبول بعد ذلك تقدم على الإقامة الرسمية وتأخذ فترة معينة بعد أن تقدم على الجسية إذا مثلا القاضي رفض قضيتك وقال لك أنت غير مقبول أو قضيتك غير مقنعة معناه هناك تعمل عملية طعن للقضية تبعك تطعن فيها يعني عبر محامي أيضا وبعدين الملف حقك يروح إليه إلى المحكمة العليا الفيدرالية على أساس أنها تراجع كيف كان رد القاضي هل هو مقنعة أو ردك مقنعة أو شيء زي كذلك يعني محكمة ثانية وبعدين المحكمة الفيدرالية إذا خلص عديت المحكمة الفيدرالية واقتنعوا أن أنت يعني أنه طعن هذا اللي قدمته مقبول خلص بيعملوا لك محكمة ثانية مع قاضي آخر على أساس أنه يراجع ملفك ويكون في محكمة ويكون فيها قبول إذا تم قبولك خلص يعني قبول قدو معروف إذا تم رفضك تقدر تعمل تقدر بعدين تقدم على موضوع اللجو الإنساني وقضية اللجو الإنساني هذا بالنسبة لعملية اللجو الشيء الثالث واللي هو طبعا هو المفروض أن يكون من أهم الأشياء الذي هو المستثمر يكون عندك مثلا يعتقد الآن السكف المعروف هو 150 ألف دولار في بعض المدن في كندا الذي ما زالوا يشتوناس كثير فالمبلغ المطلوب أنك تستثمر حدود 150 ألف دولار في مثلا المقاطعة أنتاريو التي نحن فيها الآن نعتقد بيطلبوا حدود 800 ألف دولار فبمعنى هذه أنك أيضا عبر محامي أو مستشار هجرة بيبدأ معك المعاملة أنه على أساس أنه يحط الفلوس هذه أو يحط المبلغ هذا يعمل لك حساب هنا في كندا بنك حساب في كندا عبر محاسب وترسله المبلغ وبعد ذلك يعني بعد ما تتم المعاملة يجيبوا لك زي ما تقول تصريح عمل تجي أنت وعائلتك لمدة سنة تقوم بتنفيذ المشروع هذا إذا بعد سنة نفذت المشروع هذا واستخدمت المبلغ على أساس أنه تنفيذ المشروع هذا بيجيبوا لك الإقامة إذا ما نفذتش بيضطر أنك أنه يقول لك يعني موضوع غير مقبول فهذا شرح مختصر بالنسبة ما هي الطرق اللي تقدر تجي إلى كندا أيضا في الطريقة اللي هي الدراسة الدراسة أنك تتواصل مع جامعة هنا وتقدم لهم ملفك أنك عايز تدرس ماجستير دكتوراه أو أي شيء وبعدين يجيبوا لك القبول تأخذ القبول هذك وترح تقدم على اللي هي الفيزا للطالب وبعدين بموجب فيزا للطالب هذه الفترة اللي بيجيبوا لك يعني كم هي الفيزا للطالب يعني كم بدأت درس أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو حيز كذا يجيب لك الفيزا هذه طبعا الفيزا هذه أول ما تكون عندك فيزا للطالب تجيلا هنا كندا بموجب الفيزا هذه أيضا تقدر تشتغل يعني تقدر يحق لك أنك تشتغل وتصرف على نفسك يعني وكل شيء طبعا بعد ما تخلص الجامعة ثلاث سنين أو أربع سنين يعتمد وبعدين يجيبوا لك بموجب هذه الثلاث سنين اشتغلتها أيضا يجيبوا لك ثلاث سنين أخرى مثلا إذا كانت ثلاث سنين يجيبوا لك ثلاث سنين أخرى تشتغل فيها يعني تصريح عمل أنك تجلس في كندا وتشتغل بعد ذلك بعد الفترة هذه يعني تقدر تقدم على موضوع الإقامة بما أنك يقولون بما أنك شخص درست هنا في كندا واشتغلت هنا في كندا يحق لك أنك تقدم على الإقامة الرسمية فهذا شرح مبسط إن شاء الله على أهم الطرق وأسهل الطرق أو الطرق التي تقدر تقدم فيها لكندا شيء ثاني غير ذلك ما فيش عندنا حاج اسمها قرعة هنا في كندا بالخالص القرعة لي هي موجودة هي بس على أساس أننا كمواطنين نقدم لأبا أنا فقط فإن شاء الله يكون هذا الشرح مفيد لكم وإن شاء الله بإذن الله بنحاول نشوف الأسئلة الثانية الآن أنا عارف أن طورت عليكم في الشرح هذا ولكن أنا عارف أنه مهم جدا محمد سماح بنسبة لي في سعوديا كيف أقدم اللجو في هائل المتحدة التقديم اللجو بيكون عبر هائل المتحدة في الدول التي ذكرناها قبل قليل طيب أنا عندي 24 سنة وسيطلانية أو زي أسافر أي المطلوب واللي ممكن يأهلني للسفر بسهولة شرحناها الآن قبل شوية أبدو ركي في حال حجز طيران لأي دولة مرور بكندا كون انتظار في كندا خلال وصولي للمطار الكندي هل أصطيع تقديمك في مطار اللجو إذا أنت في الأراضي الكندي تقدم اللجو بس يا تركيا الآن في حجز في كندا عشان تنزل ترانزيت ضروري يكون عندك أصلا تصريح نزل ترانزيت منا أنا درس معها تخصص تنمية الموارد البشرية هل يمكنني تطوير الذات بكندا والعمل هناك علما أني من الجزائر وعمري 24 سنة ما عندي خبرة بمجال العمل أكيد إذا أنت موجودة في كندا تقدري تطوري يعني تطوري من أهلاتك وخبرتك وتشتغلي يعني وهي ما هو الموضوع أنك بعد تخلي لكندا أول شي هلا بيك هلا سهلا شاكر استاذ عادل ليش ما يفتحوه هجرة للشخص اللي متمكن أن يعيش على حساب الخاص لأنه يا عقيل هو في البداية يقوله على أساس أنه كذا بعد أن يجوا لهن يقدموا الوجوء ويصبحوا عال على كندا ويأخذوا معونة من كندا فهذا بيعتبر خسارة لكندا إذا الناس كلهم بيجوا ويقدموا الوجوء ويقدموا على المعونة في كندا بمعنى هذه أنها بتخسر يا أستاذ هل سمعت أو قابلت أشخاص دخلوا كندا من خلال شركات تقدم لهم طلب لجوء وجميع المؤمن مثل شركة هلأ لا ما فيش هذا الخبر بالخالص يا محمد انتبه استاذ عادل لو سمحت رد عليك تفضل محمد مشغول بمشي إذا قد حطيت سؤالك محمد قد رديت كم التكاليف تكلبة أي شي يا عم صام هل بإمكان يتقديم فيزا دراسة اللغة كندا بالجامعة وإذا تم قبوله ودخلت الارضة كندا هل بإمكان تقدر تقدم إذا دخل ما هو الموضوع هل بيقبلوك أصلا عشان دراسة اللغة أو لا هقدر أدخل كندا علاج ممكن أن تدخل كندا علاج إذا أنك تتواصل مع المستشفى وبيجيبو لك إثبات على أساس أنك بتجي تعالج عندهم أو شيء زي كذا وبعدين تقدم على الفيزا وبعدين طريقة كيف أنهم بيكتنع واصلا كيف حصل تصريح الترانزيت لو سمحت أبو تركي تصريح الترانزيت هذا تبحث عليه في موقع وزارة الهجرة يعني في أول شي الطيران الذي بتقدم أصلا اللي بتقدم عليها الفيزا واللي بينزد لك ترانزيت هم أصلا بيقولوا لك ضروري يكون عندك تصريح الترانزيت ومن نفسهم بيجيب لك التفاصيل كلها أنا من ليبيا ممكن أقدم لجوء وأنا متزوج ما تفرق موضوع اللجو حتى لو أنت متزوج عندك أولاد أو عازل أو شيء تقدم لجوء أقدر تأخذ الأوراق وتقدم على فيزة زيارة وفيزة السياحة جزي كده بس هي الموضوع أنهم هلوا يكتنعون لأنه في ناس كثير قدموا بهذه الطرق ووصلوا لهنا وما في شيء على جوال في شيء وقدموا لجوم أهلا وسهلا أخي عبد الله كيف أخبارك فالمهم يا شباب أعتقد أنه لا نكون طولنا عليكم وإي شيء إذا باقي عندكم أي استفسارات أنا أستاذ عادل شكرا لك على التوضيح كيف السفر إلى كندا من فضلك انسخ رابط تسجيل إلى كندا الآن أخي محمد السرال اللي شرحت لك الموضوع هل تقصد موضوع أو موقع وزاة الهجرة في فيديو أنا حطيته في القناة شرحت فيه كيف تتأكد إذا أنت مؤهل للهجرة أو لا عفوا جاني تصال هل بإمكاني لو حصل على فيزة العلاج شرحنا لك أخي أحمد فالمهم يا شباب نحن طبعا نشكركم على المتابعة شرحنا لكم يعني كل أول شي شرحنا لكم في بداية الفيديو عن شخصيتي ومن أنا ومن أكون وشرحنا لكم أنه أنا لست مستشار هجرة أو شيء زي كذا وأنا بيرد عليكم بحسبة خبرتي الشخصية فقط شرحنا لكم ردينا عن السئلة وأيضا شرحنا في هذا الفيديو عن ما هي الطرق التقديم إلى كندا أو أنواعها فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى بحاول أنه كل فترة وفترة يعني أنا أول كنت دائما أعمل بث مباشر وكنت دائما أن نزل يعني كل فترة كل جمعة أتقدر وكل سبت وبعد نشوف أن الأسئلة أقلت فاضطرنا أنه ما أتماعت فيش اسمك في اليوتيوب اسمي في اليوتيوب هي اسمها الحياة والهجرة الهجرة والحياة في كندا أيضا اسم القناة هذه محمد صراري ولو تشوف واحدة من الفيديوهات المحدودة في الصفحة هنا بتشوف قناة اليوتيوب فالمهم يا شباب فنتمنى منكم أن تحاولوا تنشروا الصفحة هذه وتنشروا القناة قناة اليوتيوب ولو تشوفوا قناة اليوتيوب حطينا فيديوهات كثيرة وقابلنا معها شخصيات كثيرة وسألناهم مسئلة كذا وردينا على وأيضا قابلنا مع مستشاري هجرة وأعتقد مش عارف تكابلنا مع محامي أو لا فكل قناة اليوتيوب هي موجودة وكل الأشياء وردينا على الأساليب وطرق النصب اللي بتحصل وكيف تتأكد أن الشركة هذه نصابة أو تركد أن النظمة هذه نصابة وأيضا كيف تتأكد أن المحامي هذا غير مرخص وشيء ذي كذا فكل الأشياء هذه مشروحة في قناتنا على اليوتيوب والصفحة هذه اللي بنبث هذا الموضوع منها أنا بحاول أن أصور لكم لقاطات من هنا ومن هنا يعني في حياتنا اليومية عشان نوريكم كيف الحياة في كندا وبحاول أننا إذا قابلت أشخاص أيضا نسألهم عن كندا ومصايح وشيء زي كذا وأيضا في عملنا موقع لي اسمه canadians.live هذه طبعا عشان تحطوا أسئلتكم هناك لأنه صراحة في ناس كثير دائما يرسلوا لي هزوا فينا ويلعنونا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأشياء زي كذا نحن ما بنرد عليهم ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا فلهذا عملنا الموقع عليه canadians.live تدخل هناك تحطوا سؤالك والمطوعين الشباب اللي قالوا بيطور معي هنا في كندا بيردوا على سئلتكم واستفساراتكم إذا ما قدرت أرد علي لأنه شخص واحد كان بيرد على الآلاف من الرسائل وصعب جدا فالمعذرة منكم وما هو تكسير مننا أو تكبر زي ما بيقولوا بعض الناس ولكنه الموضوع عن الرسائل كثيرة جدا بتوصلي هنا وعلى صفحة النادي وعلى صفحتي الرسمية وأشياء زي كذا وصعب أننا أمسك هذه كلها فلهذا في شباب قالوا بيتطوروا معي في صفحة canadians.live وبيردوا على استفساراتكم واستفسارات الناس وجزاكم الله خير وإن شاء الله بإذن الله حاولنا أنتم تنشروا الصفحة هذه وتنشروا قناتنا على اليوتيوب على أساس الكثير أنهم يستفيدون من الأشياء هذه ومن النصيحة والأشياء اللي نقوم فيها وما فيش معنا أي فايدة يعني زي ما تقولون مادية ولكنها فايدة خيرية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا إذا في مثلا ناس يعني يشتو استشارات قانونية أو استشارين قانوني في بعض المحاميين ومستشار قانون أن نعرفهم هنا وقد تعاملنا معهم وقد حولنا ناس كثيرا عندهم في الصفحة هذه زي رابط تضغط عليه وبعدين يحولك على الصفحة تحبي استمار أو شيء زي كذا وبعدين نحولكم لعدم استشارينها فجزاكم الله خير وشكرا جزيلا على المتابعة وشكرا جزيلا على تواجدكم معنا ونتمنى أنه منكم يا شباب أنه إذا شفتوا أنه في ناس بيغلطوا علينا أو بيتكلموا علينا بسوء أتمنى أنتوا تردوا عليهم وتدافعوا عن صفحة هذه وإذا أي واحد شاف أنه أنا نصبت عليها أو تكلمت عليها أو بلطت عليها أو أي شيء يواجهني ويكلمني وأنا بستعد أن أقابله حتى إذا كان موجودنا هنا في كندا شخصيا ونحاول نحل سوء التفاهم لا أخذنا في الاسمنا الحد ولا نصبنا على الحد وكلنا أعمالنا خيرية وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته